منذ اللحظة الأولى لانتشار جائحة كورونا كانت مصر من أولى الدول في العالم التي اتخذت خطوات فاعلة في الوصول إلى لقاح للفيروس حيث طرقت كل الأبواب وشاركت في اختبارات بعض اللقاحات واعتمدت كل اللقاحات التي أقرتها منظمة الصحة العالمية كما تعاقدت مع كل الجهات التي يمكن التعاقد معها لتوفير اللقاح حتى استطاعت أن تكون من الدول المصنعة له بفضل خبراتها وقدراتها الوطنية ودعم القوي من جانب القيادة السياسية مجمع مصانع الشركة القابدة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا الذي يعمل بقدرة انتاجية تصل إلى ثلاثة ملايين جرعة لقاح لكورونا يوميا كان أول انتاجه في الخامس من يوليو الماضي بمليون جرعة من اللقاح المصنع محليا باسم فاكسيرا سينوفاكا حيث بدأ التواصل والتنسيق المستمر مع الجانب الصيني منذ يونيو من العام الماضي جودة وكفاءة الخطوط المجهزة لانتاج اللقاحات بمصنع شركة فاكسيرا دفعت العديد من المنظمات الدولية كمنظمة الصحة العالمية إلى الإشادة بالمصنع ما قد يؤهل مصر لأن تصبح رائدة في مجال انتاج اللقاحات حيث اتخذت الدولة المصرية من فاكسيرا ذراعا قوية لتصنيع الأمصال واللقاحات واستطاعت مصانع الشركة على مدار السنوات الماضية توفير الاحتياج المحلي للعديد من الأمصال مثل أمصال العقارب والثعابين والتتانوس كما وقعت الشركة عددا من الاتفاقيات مع العديد من الشركات الأجنبية لنقل تكنولوجيا تصنيع لمختلف الأمصال واللقاحات بهدف رفع نسبة الانتاج المحلي من اللقاحات والأمصال إلى 60% وتسعى فاكسيرا حاليا لتوفير الاحتياج المحلي من لقاح كورونا ثم بدء تصديره إلى عدد من الدول الأفريقية والعربية